أنت عم تقول لي الضمانة هي شخص ولكن القوات اللبنانية من أول ما خرج الرئيس السابق ميشيل عون من بعبدة دايماً كانوا يقولوا نحن بدنا هيدا المواصفات شو اللي تغير؟ المواصفات شو؟ مواصفات رئيس الجمهورية إيه لأ المواصفات يعني إلا علاقة بالمواصفات يعني شخص يعني هي الضمانة بالشخص يعني شخص بمعنى أن نحن لا نريد أن نطفق صنقياً أو على طولة حوار تحتى نقول أنه نحن من خلاله مناخد تعهد أنه بيعملوا هيك بالنسبة اللي قلنا هو الشباب عندهم تعهد وحيد الحفاظ على سلاحهم من هناك الطالية بتحكيوا عليك كلنا وتعلمنا والتجربة من 2006 إلى اليوم علمتنا المواصفات اللي عم نحكي عننا إيه طبعاً هي مواصفات إنه شخصية تكون أهم أهم صفة إذا بدك المطلوبة شخص إنه يكون أن لا يخضع يعني أن يمارس حقيقةً يلي بيدي عليه الضبير ووقت في تكريبه فيه أشخاص وبينت بالتجربة بناس يجيبهم رئيس عون يعني رئيس قضاء العالة يجيبه رئيس عون موضوع التفتيش يجيبه رئيس عون وبتلي فيه أشخاص يجيبهم رئيس عون أوكي وبتلي لا فيه أشخاص يعني أولويتهم المؤسسية اللي هن بيكونوا على رأسها ما بيسيروا نحن ما بنا حدا نسيرنا مشكلة بيش حدا نحن ما بنطلب من حدا نسيرنا المشكلة بأنه بخافوا من الفريق الآخر نحن ظل ما نريده يوصل الشخص الذي لا يسير لا يخضع لا يركع لا يستسلم يمارس دوره امتلاقاً من القانون الموطل بس هيدا الشروط اللي عم تحكي فيها أستاذ شارل هي زيتا اللي طرحها الأمين العام لحزب الله أنه نحن بدنا شخص يكون عنده ركاب ما بيسكر ركابه وكل هيدا هو عم يطرح عم يحط بس كل واحد من مقاربته للأمور شباب مواضح ومن اللحظة الأولى حط معادلة واضحة نحن نريد أن نحمي زهر المقاومة شو اللي يعلي أنا بزهر المقاومة ما بعرف شو يعنيت زهر المقاومة بدي ناقشك بهذه الخبرية ذكرت حضرتك مرة بإطلالي على الجديد أنه ما يحصل في الجنوب لا يشكل هم عند القوات الليبنانية لا يشكل هم عند القوات الليبنانية أنا أول شيء إذا بدي كنت حتى كمين مري أشغلي إلا أنه أثارت جدل هيدا العبارة أنا أول شيء عبرت عن موقف شخصي أنا قلت بالبداية أنه أنا أولاً أعبر عن موقف شخصي مش موقف حزبي بهذا المحل أنا أعبر عن موقف شخصي أنه كنا عم نحكي تحديداً بقصة الترسيم البري أنه هلأ خلصنا من ترسيم بحري من نروع على ترسيم بري بس هي أخذت عليك أنه الجنوب ما هي أرض لبنانية كمان لا أنا ما عمقول هيك أنا عمقول أكيد أنا متمسك بكل شبر من الأرض اللبنانية هذا موضوع آخر بس أنا عمقول لهم للبنانيين يعني رسالتي كانت وبشكل كنت أنا وضحها حتى لأهالي الجنوب رسالتي كانت للبنانيين وقتها عمقولها بحلقة تلفزيونية عندكم بالمحطة شو عمقلهم؟ عمقلهم أحداً منكم يفكروا للحظة أنه يعني إذا صار ترسيم بري حزب الله بسلم سلاحه أو إذا رحنا على استخراج نفط حزب الله بسلم سلاحه وإذا اكتملت كل مقومات المنطقة هونيك ما ضايعه وقتكم خلص هذا الموضوع نسوه حزب الله لن يسلم سلاحه لأنه السلاحه جزء من رسالته من مشروعه من عائدته ما حداً ضايعه وقته لأنه فيه جزء من النقاش داخل بيئتنا سيدي أنه إذا حصل الترسيم البري تسقط حجاج حزب الله بمزارع شفعة لا يسلم سلاحه ما ضايعه وقتكم بهذا المحل ماذا يحدث هناك كيف يتسللوا الإسرائيلية وحزب الله إسرائيل عند مصلحة تقول في عدو حدودة لأنه إسرائيل كل مشروع قائم على مشروع التعبئة وحزب الله كل مشروع قائم على مشروع التعبئة يقولون أنهم لا بيئته ولا ناسه في عندي عدو حزب الله وقعت في تكري بيقبل إذا بتابعي الموقف المسؤولين بحزب الله ما بيقبلوا حطوا الموجهة معنا يعني مع الشعب اللبناني عطول مثلا كنت عم بقرأ الحاشم محمد رعت أو الشيخ نعيم قاسم عطول مواجهة مع واشنطن هي الولايات المتحدة والاستكبار وإسرائيل نحن بالنسبة لهم نحن فراطة بالبلد نحن أدوات للأمريكان وللإسرائيليين بتعطوا معنا هيك رح أحكى مواجهاتهم الكبرى مع أمريكا شو رحنا تفصيل عندهم وبالتالي ما ضايع وقتكم شاباب خلي تركيزكم على شغلة واحدة ما تضيعوا خليكم ركزين رح أحكى أنا وياك بالمواجهة مع حزب الله بس قبل بتشوف إن القوات اللبنانية من بعد ما فينا نقول إنه جبران باسيل خرج عن التقاطع